لسانة تابعة لقيادة سكورة بإقليم ورزازات الحادثة وقعت جراء استضامي مباشر بين سيارة خفيفة كانت قادمة من ورزازات وحافلة لنقل الركاب قادمة من قلعة مكونة نبقى مع أخبار الحوادث بالأمس احترقت حافلة لنقل الركاب بأكملها وسط مدينة إنسجان الحادثة وإن لم تخلف خسائر في الأرواح عكس الخسائر المادية فإنها تطرح تساؤلات عدة حول شروط السلامة والمراقبة الواجب توفرها بوسائل النقل خصوصا ونحن على مشارف عيد الأطحى المبارك نحن بلعسري ومبارك زمان هي صور لمخلفات الحريق الذي شب بحافلة للنقل كانت متوقفة على بعد أمطار من محطة للتزود بالوقود متواجدة على المدخل الطرقي الرئيسي لمدينة إنسجان وكانت محيطة بهم الفيكل حيدناهم كابلين الحمد لله حيدناهم كابلين بأضر بسرعة فايقة وبستعدنا نحن التفايدن العافية دينا نحن نحن نحاول نطفئ العافية دينا للقره ذا الحمد لله اتصلنا بموقا المدنية اتصلنا بموقا المدنية على أولا مع ديجة الشرطة الحمد لله سباح لنا وقفانا من 19 ونصر صلى الصباح تردبا مجلس 7ون سنونا كانت حدا هنا وكانوا الكرن لمقرش مبراسين وتردبا بشتلا يتملولت خليبا ونرجعت كعي طليل يجعل الكر تحرك ما كانت شيء واحد ما يمضي ما ريما هو الوقت كان وقف تتحرك السبب كما ما عدت ما زل ما عرفنا السبب شنو إضافة لاحتراق الحافلة منظر آخر يستوقف العابيران للطريق الرئيسي لأجدير منظر حافلة تعطلت وبقيت متوقفة لأزيد من ثلاثة أيام في طريق تعرف اكتضادا وازدحاما كبيرين هذه فقط مواضع لأسئلة المواطنين خصوصا أننا على بعد أيام قليلة من يوم عيد الأطحى حيث لا حديث سوى عن التنقل ووسائله المتوفرة وعن جوانب الصيانة المراقبة والسلامة الواجب يأخذها بعين الاعتبار في مثل هذه المناسبات حفظا لحياة المسافرين تركم النفايات الصلبة من بين أكبر المشاكل التي توجه مدينة الضر البيض